نشرح السؤال الثامن في بطاقة مراجعة ما بعد المنتصف السؤال اكتب الدالة التربيعية عطاني هذه الدالة التربيعية ثلاثة اكس تربيع زادة اثنى عشر اكس ناقص خمسة بصيغة الرأس صيغة الرأس ثم اكمل مطلوب عدنا اول شي خلنا نكتبها بصيغة الرأس عشان نكتب هذا بصيغة الرأس اول شي نكتب الا والبي والسي نشوف ان الا هي ثلاثة معامل اكس تربيع البي معامل الاكس لهو 12 والسي صالب 5 فالبي صالب 12 والسي صالب السي طبعا كم السي صالب 5 البي 12 موجب 12 والسي صالب 5 طبعا هني اول شي اشان اوجد صيغة الرأس اوجد رأس الدالة التربيعية عشان اوجد الرأس الرأس راح يكون H و K فالH راح تكون تساوي X رأس المنحن احنا حافظينا صالب B على 2A فنعوض صالب B يعني صالب 12 على 2 في A ثلاثة يعني صالب 12 على 6 صالب 12 على 6 راح يعطيني صالب 2 بعدين اوجد الك الك اللي هو الحداث ال Y فعشان اوجد ال Y اوجد قيمة الدالة عند ال X ال X اللي طلعته هي صالب 2 اقوم اعوض عن صالب 2 يعني ااخذ الدالة اللي هي 3X تربيع زال 12 X ناقص 5 اشهد ال X احط صالب 2 فراح اقول 3 في صالب 2 تربيع زال 12 في صالب 2 ناقص 5 لو تيكنا هذا باستخدام الالة الحاسبة راح يعطينا سالب 17 فبالتالي فبالتالي عندنا هالي سالب 17 وعندنا ال H وعندنا ال K فبالتالي نتذكر قائلة صيغة الرأس وعندنا ال H في قوس X ناقص H الكل تربيع زائد ال K هذه اللي لازم نحفظها A في قوس X ناقص H الكل تربيع زائد K فبالتالي تكون ال F وعندنا ال H ال H كم طلعناها ال A ثلاثة بعدين نحط قوس X ناقص H كم ال H ال H عندي صالب 2 فإذا قلنا ناقص ناقص صالب 2 رح تصير زائد تربيع طبعا هني زائد K ال K طلعناها صالب 17 فنقول هني صالب 17 فهذه هي الإجابة هذا صيغة الرأس ثلاثة في قوس X زائد 2 كل تربيع ناقص 17 بعدين طلب مني رأس المنحنة رأس المنحنة هو H و K H و K وطبعا H و K طلعناها هم كم صالب 2 و صالب 17 هذا هو رأس المنحنة ال H صالب 2 و K صالب 17 فنقول الرأس هو صالب 2 و صالب 17 معادلة محور التماثل معادلة محور التماثل هو X يساوي H أو X تساوي صالب B على 2A فهو عندنا X تساوي H ال H طلعناها اللي هي صالب 2 فنقول بس X يساوي صالب 2 بعد شنو يبغي يبغي اتجاه فتحة المنحنة طبعا الاتجاه لاحظوا أن A و A موجة به معامل X تربيع بالموجة فنقول للأعلى نقول للأعلى والقيمة العظمى والصغرة إذا هي للأعلى يعني الشكلها تشدي ففي قيمة صغرة هي ندور قيمة الوايفا الرأس تم الرأس صالب 2 صالب 17 هذه هي القيمة الصغرة المحلية عندما X تساوي صالب 2 فنقول بس صغرة هي صالب 17 عندما X تساوي صالب 2 بعد شنو يبغي يبغي التحويلات الهندسية التحويلات الهندسية منكتب المنحنة تحويل للدال للأم المنحنة تحويل للدال للأم الدال للأم اللي هي Y تساوي X تربيع طبعا نشوف الثلاثة ما فيها صالب فما في انعكاس وثلاثة أكبر من واحد فنقول مع توسع رأسي أحين نبغي الإزاحات الإزاحات نطالع صيغة الرأس صيغة الرأس عند دوش موجة بثنين داخل والصالب 17 فراح نقول وحدتين لليسار و 17 واحد للأسفل مثل ما تعلمنا نزيل فنقول هني ثم آآ إزاحة آآ وحدتان آآ لليسار و 17 وحدة لأنه بالسالب بره فنقول 17 وحدة للأسفل آخر شيء بمقطع واي مقطع واي قلنا واي تساو سي واي تساو سي فبالتالي فبالتالي إما أن أنا أعوض بالإكس بصفر هنا يعني لو عطاننا هذه المعادلة في الامتحان ويبقى مقطع واي عوض بالإكس بصفر أو أسهل أكون عند المعادلة الأصلية هي نفسها لو خلت الإكس صفر ستطل عندي الواي تساوي سي يعني الواي تساوي صالب 5 فبالتالي مقطع واي هو واي تساوي صالب 5 فهذا هو حل السؤال كاملا